موسيقى هي محاضرة رقم ستة يعني هي الفيجتابل والنباتات عادة بتعكس طبيعة الصويل والتربة اللي هي النباتات الطالعة فيها طبعا قليل من الاستثناءات The actinomycetes اللي هي إيش The gram positive branching forms اللي هي البكتيريا المتفرعة أو الخيطية are the most abundant bacteria in stable soil yet they are rarely reported on vegetable products لكن البكتيريا الخيطية اللي هي الاكتينomycetes رغم انها كثيرة في التربة الا انها لم تسجل انها تحدث امراض في النباتات On the other hand The lactic acid bacteria are rarely found in soil but they are significant parts of the bacterial biota of the plant and plant products يعني رغم انه احنا قلنا اللاكتينomycetes كثيرة لكن ما بتسبب اش امراض لكن في التجاه المقابل انه اللاكتك اسد نادرة في التربة لكن تسبب انها بتحدث امراض في النباتات The protective cover of fruit and vegetables and by sum of pH value below which many organisms cannot grow are important factors in the microbiology of these products في حاجات ثانية زي البي اتش والprotective cover ممكن تد يعني تأثر على وجود الامراض في النباتات Fresh and frozen vegetables طبعا احنا عنا في fresh vegetables اللي هي بت بتنقطع وتتاكل على طول يعني وفي frozen اللي بتنحط في deep freezer The incidence of microorganisms and vegetables may be expected to reflect the sanitary quality of the processing steps and microbiological condition of raw products at the time of processing يعني عنا المراحل الاعداد بالنسبة له الفريش والفيجيتابولز هي بتأثر تأثير كبير على مدى الكنتمانيشن والاصابة بالمايكروبات او البيوتا في دراسة في دراسة في عينات الفصولية الخضرة قبل ما تكون نصفرة يعني قبل ما تجف ايه يعني ايه ايه في الدراسة ايه 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 نقطة المقبرة يناسب إلى 3 إلى 3.6 لغ 10 يعني احنا اهم حاجة في الخضروات انها بتكون فيها مياه كثير نسبة عالية لكن بعد ما تبيض او تصفر فبتجف او بتخف المياه اللي فيها فيها بيكون تأثيرها تأثيرها على البكتيريا اكتر وبتقل الـ count after passing through the various processing stages and packing the count range from 4.7 من 10 إلى 5.9 من 10 log 10 بعد طبعا مراحل الإعداد طبعا بتزيد نسبة الـ contamination و البكتيريا Lactic acid cocai are associated with many raw and processed vegetables Lactic acid ليحنا قلنا عليها مش موجودة لكن بنلاقيها مش موجودة في التربة لكن بنلاقيها في processing مراحل الإعداد الخضروات هذه cocai have been shown to constitute from 41% إلى 75% of the aerobic plant plate count يعني بتمثل من 41% إلى 75% من biota of frozen you البازيلة نحن إلى الزراء الكبار الخضروات الزراق الاستفيلو كوكاي اثناء اعداد او اثناء خطوات اعداد الخضروات. they are generally unable to proliferate للتكاثر in the presence of more normal lactic acid. يعني بنلاقي lactic acid بتأثر عليها في النمو. both coliforms but not isheritia coli. isheritia coli اللي هي ال indicator من البوليوشن التلوث. and enterococci have been found at most stages during raw vegetables processing. but they appear to present no public health hazard. يعني بتكون موجودة لكن ما بتعملش خطورة عالية. the total numbers of bacteria on frozen vegetables tend to be lower than on comparable non frozen products. يعني البكتيريا اللي بتكون في الفروزن اللي هي المجمدات بتكون اقل نتيجة طبعا التجميد ودرجة الحرارة المنخفضة جدا. ونتيجة ايش كمان. this is due to primary two. blanching of products prior freezing. يعني blanching اللي هي بيضاد او صفرار. انه نسبة المية اللي فيها بتكون قلت. selection of higher quality products. برضو هذا عامل تاني. يعني احنا العوامل بنتكلم على العوامل اللي هي بتأسر. اه على البكتيريا. نمو البكتيريا. selection of higher quality products for freezing. اه الفاكتور التاني. اللي هو العامل التاني. اللي هو ان احنا يعني بيختاره uh higher quality من ال vegetables. يعني الحاجات الجيدة جدا. and they die off. uh of some bacteria while uh in the frozen state. او الفاكتور التالت او العامل التالت اللي هو بيأثر انه البكتيريا بتموت في ه درجات حرارة المتجمدة. يمكن أن يكون رأيه بعد عبارة أوروبية من أجل المغربيات الزواجية يكون من أجل 5 لج 10 لجل المغربيات المغربيات ويجب أن يكون أجل المغربيات الزواجية الزواجية يعني احنا زي ما قلنا قبل هيك انه الفروزن بتكون البكتيريا فيها الايروبك بليت كاونت بتكون اكتر اقل من الفريش فيجيتابلز السمري لغ عاشرة الايروبك بليت كاونت فرصم فروزن بروسست بوتيتو برودكت از بريزنت ان تابل في عنا جدول ببين قديش الايروبك بليت كاونت في كل نوع من انواع الفيجيتابلز سنس دي انصايد الفريش ان ان بوتيتو از فري او باكتيريا لما تكون ثمرة البطاطا مثلا يعني انها بتكون اندامج يعني ما فيهاش ما فيهاش كسور ما فيهاش ثقوب ما فيهاش يعني اصابات ونحكم عليها بعد الطبيخ او الثمرة البطاطا بتكون مصابة ولا مش مصابة ونحكم عليها بعد الطبيخ او الكوكينج هادي طبعا هادي طبعا ساماري او لوج ايروبك بليت كاونت فور سام فروزين بروسست بوتيتو بروداكت يعني احنا مسكين البطاطا على اساس انها مثال وفيه بوتوتو سالد من اتنين وستة من عشرة الى خمسة واحد من عشرة ودرايت بوتيتوز من اتنين وخمسة لخمسة وخمسة من عشرة بات بوتيتوز اللي هي اربعة لستة واربعة من عشرة طبعا هادي نسب مختلفة لاطعمة مختلفة وطبعا هي الها مقياس خاص في العيارية سبويلج الفساد بالنسبة للخضار المتحدة المتحدة هو من على مقاعدة 88% يعني نسبة المياه او نسبة المية في الخضروات عالية جدا 88% طبعا هادي بتساعد على النمو نمو البكتيريا مالتحدة ممتحدة من 8.6% كاربوهايدريت يعني بنقارن المية مع الكربوهايدرية اللي هي 8.6 من 10 في المية وبروتينات طبعا قليلة جدا 1.9 من 10 في المية بروتين ويبوينت 3 فات يعني طبعا لن الخضروات ما فهاش الفات لكتير قليلة جدا ويبوينت 8.4 اللي هي الشوائب سموها أش the total percentage composition of vitamins nucleic acid and other plants constitute is generally less than 1% اللي هي nucleic acid والvitamins والحاجات هذه يعني بتشكل 1% أو أقل من 1% From the standpoints of nutrient contents vegetables are capable to supporting the growth of molds yeast and bacteria and consequently of being spoiled by any or all these organisms يعني النسب هذه اللي احنا حكيناها بتمثل طبعا أو بت يعني بتخلي المولز العفن وال yeast وال خلايا اليست هي والبكتيريا هي اللي بتنمو أكتر من حاجات تانية لأنه ما فيش احنا قلنا lipids ما فيش بروتين البروتين نسبة قليلة جدا الحاجات هذه ممكن تعمل نمو البكتيريا الأخرى لكن الحاجات هذه ممكن بس على المولز العفن واليست والبكتيريا the higher water contents نسبة المية العالية of vegetables favor the growth of spoilage bacteria and relatively low carbohydrates and fat contents suggest that much of this water is in available form يعني نسبة المية العالية والليبد والكربوهيدرات القليلة برضو بيحدد أنواع البكتيريا والعفن اللي بتنمو على الخضروات the pH range of most vegetable is within the growth range of large number of bacteria يعني البيئة تشنبعة الخضروات بتناسب مجموعة كبيرة من البكتيريا and it is not surprising therefore that bacteria are common agent of vegetable spoilage عشان يعني بنلاقي انه البكتيريا بتصيب كتير من الخضروات the relatively high oxidation production potential of vegetables and their lack of high posing capacity suggest that aerobic and facultative anaerobic types would be more important than the anaerobic يعني كل البكتيريا ومعظم البكتيريا اللي بتنمو على الخضروات بتكون aerobic أو facultative anaerobic لكن anaerobic ما لهاش في هذا الميديا أو الوسط اللي بتنمو فيه هذا this is precisely هذا يعني the case some of most opiquitis انتشار etiologic agent اللي هي الانواع البكتيريا اللي بتصيب الvegetables and the bacteria spoilage of vegetables are species of general aerوينيا يعني معظم البكتيريا بتكون من الاروينيا and the pictobacteria and they are associated with plants and vegetables in their natural growth environment يعني اللي بيحددها ال environment الوسط المحيط bacterial agents many of plants associated with pseudomonas have been transferred to a new general including acidoforax pork holderia and hydrogenophaga the bacteria general most often associated with field and storage spoilage of vegetables are pseudomonas pictobacterium aerوينيا والزانتومونس طبعا البكتيريا المشهورة اللي هي بتصيب في الظروف هذه السيدومونس والبيكتوبacterium والايروينيا والزانتومونس في عندي جدول هان بيحدد نسب الووتر مثلا قدش في المية الكربوهايدريت البروتين الفات الاش اللي هي الشوائم مثلا بالنسبة للبينز الفصولية الخضرة الووتر 89 و 9 من 10 نسبة عالية نسبيا الكربوهايدريت 7 و 7 من 10 البروتين 2 و 4 من 10 والفات 0.2 من 10 في المية والاشز اللي هي الشوائب 0.8 طيب نيجي لحاجة تانية مثلا الكابج اللي هي الكروم نسبة المية اعلى حاجة فيها 92 في المية و 4 من 10 و الكربوهايدريت 5 و 3 من 10 و البروتين 1 و 4 من 10 والفات اللي هي اقل الحاجة بتكون 0.2 والشوائب 0.8 طيب نيجي للكورن يعني احنا بناخد اعلى حاجة و حاجة متوسطة والاقل والاقل الكورن اللي هي اقل حاجة فيها 73 و 9 من 10 في المية والكربوهايدريت 20 في المية اعلى اعلى كتير من الكربوهايدريت التانية في مواد اخرى و 3 و 7 من 10 بروتين 1 و 2 من 10 فات و 0.7 في المية من الشوائب هذه طبعا نسب معيارية بنقيس فيها انواع الخضروات بلانتروت از كاروت اللي هو الجذور زي الجذر مثلا are protected from invading مايكرو ارغانيزم by their possessing of hydrogen beroxide and superoxide and invading مايكرو ارغانيزم produced katalyze يعني هي ضد او البكتيريا اللي بتنتج الكتاليز and superoxide dismutase to overcome this defense يعني هي تتفوق على الحاجات اللي موجودة في البكتيريا السيدومونس سيرينجي group as well as اروينيا produce these enzymes the cementing substances of the vegetable body induce the formation of pectinases which acts hydrolyzing pectin thereby producing mushy consistency يعني البكتينيز اللي هو بيدوب مادة البكتين الصلبة وبيحولها الى مادة رخوة بوتايتوز البطاطا طبعا tissue macerated برضو بيدوب او بيعملوا مادة رخوة has been shown to be caused by endopolygalacturonized trans liminease برضو هذا انزيم بيدوب الحاجات الصلبة of pectobacterium origin once the outer plants barrier has been destroyed by these pectinases producer non pectinases producer no doubt enter of the plants tissue and help bring about fermentation of the sample carbohydrate that are present يعني مجرد انه الجدار هذا ينتهي وصير مادة رخوة ممكن يكون في البكتيريا تعمل تخمر بالنسبة لمادة الكربوهايدرات اللي موجودة the male odor that are produced are the direct result of volatile compounds زي الامونيا volatile acid and the like وما شابه produced by the biota يعني الرائحة الكريهة الفاسدة اللي بتطلع هذه نتيجة تطاير الامونيا وهذا دليل على الفساد when when growing in acid media microorganisms tend to decarboxylate amino acid leaving amines that cause an elevation of pH toward to neutral range and beyond complex carbohydrates such as cellulose are generally the last to be degraded and a varied biota consisting of molds and other soil organism is usually responsible as cellulose degradation by erwinia erwinia species طبعا الحاجات الكربوهايدرات complex cellulose هي اخر حاجة من الخضروات ممكن تتحلل ويكون مسؤول عنها بعض الميكروبات زي erwinia species بيحصل degradation aromatic constitutes and porifereen are probably not attacked until late in the spoilage process and again by varied biota of the soil types المركبات الحلقية طبعا من آخر المركبات اللي ممكن تحللها بأنواع أخرى من البكتيريا the genus berenaria causes disease of trees such as bark cancer necrosis on walnut trees using the saps from the corns etc berenaria causes يعني نوع من أنواع البكتيريا بتعمل disease أمراض للشجرة أو الساق بيسمى قرحة يعني قرحة مرضية necrosis موت للخلايا على اللي هو عين الجمل أو شجرة عين الجمل بيؤدي إلى ترشح اللي هي العصارة من الساق